اشتركوا في القناة رح تكون هي الاولى من نوعها في تاريخ السلسلة طبعا تم الاستعراض لعبة كراش تيم رمبل بعرض قصير اعطى لمحة عما يمكن اختباره والمزيد اللي رح اذكره لكم الان طبعا هذه اللعبة الاستراتيجية متعددة اللاعبين رح تجمع من النظام الاساسي تشكل الحر في العاب كراش بانديكوت الرئيسية مع فوض القتال من اجل حصول على فواكه الوامبا نجي الان لموعد اطلاق لعبة كراش تيم رمبل قبل حتى الان ليس لدى كراش تيم رمبل تاريخ اصدار محدد ولا كي من المقرر اطلاقها خلال عام 2023 على منصات المنزلية بلاستيشن فور وبلاستيشن فايف وايكس بوكس وون وايكس بوكس سيريس اكس وايكس بوكس سيريس اس لم يتم تأكيد اطلاقها حاليا على الحاسب الشخصي كما سيتم فتح الطلبات المسبقة للعبة يوم 21 مارس 2023 طيب نسخ اللعبة اللي راح تتوفر راح تصدر اللعبة بنسختين هم النسخة العادية ونسخة الديلوكس طيب راح اذكر لكم الان محتويات كل نسخة مع الاسعار كالآتي النسخة العادية راح تصدر بسعر 30 دولار ورح تحتوي على تذكرة الموسم الاول نسخة الديلوكس راح تصدر بسعر 40 دولار ورح تحتوي على تذكرة الموسم الاول والثاني بالاضافة الى مجموعة من الازياء المميزة للشخصيات بالنسبة لي انا هشوف ما لا داعي الـ 30 دولار هشوف ان اتكفي وتوفي الى الناس مر يحبون لعبة كراش فيشترون مثلا اللي هو تذكرة الموسم هذي واللي هم يعني بالاشياء هذي فاتوقع فترة ممكن الناس يملون منها عموما قبل الاطلاق راح يستضيف المطور اللي هو تويز فور باب اصدار تجريبي مع دوات عملاء الطلب مسبق للمشاركة في معارك البريق عبر الانترنت في الفترة من 20 الى 24 ابريل 2023 ورح يشمل الحدث اللي راح يستمر خمسة ايام خمسة ابطال رئيسيين وهم كراش وكوكو وكورتيكس ودينغو دايل وتاونا بالاضافة الى اربع قوة رئيسية وثلاث خرائط قابلة للتشغيل طيب نيجي الان لأسلوب لعب كراش تيم رمبل طبعا زي ما تعرفين لعبة كراش تيم رمبل هي لعبة استراتيجية متعددة اللاعبين تعتمد على فوز فريق مكوّن من اربعة ضد اربعة هيث يجب عن اللاعبين القتال لعب الخرائط المختلفة وجمع الوامبا فرويت لمن العدد معين يتم العلاء عن الفائز ايا كان الفريق الذي يملع العدد بشكل اسرع طبعا نذكر المسار ليس سهلا حيث يمكن اللاعبين مهاجبة بعضهم البعض على طول الطريق واستخدام الميزات البيئية لإحداث الفوضى والتأثير على بعضهم البعض طبعا فيه ثلاث تكتيكات أساسية يمكن اللاعبين اتباع النجاح في جولات كراش تيم رمبل وراح اقولها لكم الآن طبعا جمع أكبر قدر ممكن من فاكهة الوامبا الحصول على الوسادات الأحجار الكريمة لتأمين مكافأة البوامبا وتفعيل محطات اللاتار لاكتساب قدرات إضافية بالإضافة إلى كل ذلك هناك المزيد مميزات أسلوب اللعب اللي رح نتعرف عليه في وقت لاحق من خلال عروض قادمة مستقبلا طيب نجل الآن للخرائط رح تحتوي لعبة كراش تيم رمبل على مجموعة خرائط مميزة عند الإطلاق على أن يتم إضافة المزيد في المستقبل خرائط اللي رح تتوفر هي كالآتي خريطة جاست بيتشي هي جزيرة سوائية محاطة بالمية مليئة بمحطات الأحجار الكريمة والكثير من الفرص للقلاء على الأعداء عن طريق الغرب جزيرة كارميتي كانيون مرحلة الوادي العملاق مع ثلاث محطات الأحجار الكريمة وهبوط حاد في هاوية لللاعبين المطمئنين تحتوي هذه المرحلة على محطة بقايا أكسيد النيتروز وخريطة تيكي تاورز عبارة عن مرحلة مبعدرة مستوحى من لعبة كراش الكلاسيكية تحتوي هذه المرحلة على محطة أوكا أوكا ريلي طبعا حتى الآن تم الكشف عن عدد قليل فقط من الشخصيات القابلة للعبة للاعبة كراش تيم رامبل هذه القائمات طبعا تشمل كوكو بانديكوت تاونت بانديكوت دينغو دايل كما شهدت شخصية الخفاش الغامضة جنبان إلى جنب مع شرير العائد دكتور إن لكن تويز فور بوب لم تكشف المزيد عن أي من الشخصيات الأخرى حتى الآن شركة اكتيفجين قدمت أيضا بعض التفاصيل الإضافية حول اللعبة نفسها رح تندرج الشخصيات في واحدة من ثلاث فئات وهي بلوكر بوستر وسكور طبعا رح تتمتع هذه الفئات وقدرات فريدة لمساعدة زملائها في الحصول على أكبر عدد ممكن من فواكه الوامبا إذا أعجبكم المقطع لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات واشرائكم في اللعبة إذا أعجبكم المقطع لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات وفي أمان الله